Une porte Une porte Une porte طبعاً أي باب باب لا على التعيين أي باب منقول أما إذا بدأت شير لباب معين منقول La porte La porte Une fenêtre Une fenêtre أي نافذة أيضاً نفس الشيء لا على التعيين أي نافذة منقول Une fenêtre أما إذا بدأت أعني نافذة بعينها فأقول La fenêtre Fermez la porte s'il vous plaît Fermez la porte s'il vous plaît أغلقوا ال باب من فضلكم مثل ما إلنا سيطة الطلاب بشكل عام منقول s'il vous plaît J'ai soif أي أنا عطشان في ناس ببداية تعلم فارسي بي الله طبعاً جسوي سواف ما بصير طبعاً جسوي سواف وإنما أنا أكون عطشان وإنما عندي J'ai يعني عندي عطش J'ai سواف أي عندي حالة من العطش J'ai faim J'ai faim نفس المبدأ يعني أنا جائع أنا جائع وليس جسوي فا لا هذا نعم Je vais aller manger Je vais aller boire نقول طبعاً أنا سأذهب لأكل أو أنا سأذهب لأشرب Je vais aller manger أي سأذهب لأكل Je vais aller boire أي سأذهب لأشرب J'ai sommeil J'ai sommeil أنا نعسان أي عندي نعس وليس أنا أكون يعني هون بتختلف بين فعل الكون وفعل الملكية منحكي فيها بعد إن شاء الله بالتفصيل Je suis fatiguée Je suis fatiguée هذا فعل الكون يعني أنا بحالة تعب هيك ما منقول J'ai fatiguée نو منقول جس في fatiguée يعني أنا متعب أنا بحالة من التعب Je vais aller dormir أي سأذهب لأنام أنا سأذهب لأنام تاب 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 أي طاولة أو مائدة يعني فينا نقول طبعا تعرفوا باللغة العربية باللغة الدارجة منقول طاولة هي الحقيقة مائدة أم أم مائدة أ أ تاب أ تاب يعني الطعام جاهز هيا بنا إلى المائدة أي سكان أي سكان منقول لجم يعني بيت ولا شقة ولا أي مكان منقول دائما لجم أو لجم طبعا تختلف حسب في عدة لهجات طبعا بفرنسا بالشمال غير بالجنوب بالشرق غير بالغرب بس يعني بشكل عام تلفظ بهذا الشكل location أي وجرة أي شيء يستأجر أو عملية يعني الوجرة بالاسم يعني الاسم location أي كان البناء المنزل الشقة السيارة الغير location يعني وجرة يعني إذا دخل أي شخص على مكتب عقاري يعني أجنسي موبيلية وسأله بد نبحث على سكان طبعا أي حال كثير من الناس ف بونجور عند أي حدا بتقلو سي أجنسي أجنسي لكي أجنسي 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 يعني بدي أعمل دهان وممكن نقول نفس الشي إذا بدك ترسم يعني بترسم لوحة على بدي رسم لوحة مم يكن أنا بدي أعمل رسم لوحة يعني حتى الولاد بكرا بالمدرسة بتسمعون بيجو عبد يعملو دهان المقصود فيه طبعا هو الرسم بس أحيانا بيقولو الرسم دي سيني وأحيانا بيقولو لابنتيو يعني ممكن يعملو لابنتيو بس هو عمل ليس دهان الحيطان وخلافه وإنما أنه عمل رسمة يعني